على مدار ثلاثة أيام شهدت مصر حالة جوية سيئة جراء تعرضها إلى منخفض جوية أدى إلى تراكم سحب منخفضة ومتوسطة نتج عنها سقوط أمطار غزيرة بلغت ذروتها الجمعة الماضية الأمر الذي دعا إلى تعليق الدراسة في عدد من المحافظات من بينها القاهرة الكبرى والإسكندرية كما تسببت الأمطار الغزيرة في مناطق عدى إلى غلق الطرق جراء غمرها بالمياه ووصفت الحكومة المصرية الأمطار التي هطلت على مناطق مثل مدينة نصر ومصر الجديدة في العاصمة القاهرة مخلفة حالة من الشلل المروري بالغير مسبوقة وكان بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء قد ناشد المواطنين التزام المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى وذلك لأهالي محافظات السواحل الشمالية والدلتة ومدن القناة وشمال سيناء حرصا على سلامتهم ومنعا للتكدسات المرورية ولإتاحة الفرصة لإزالة المياه المتراكمة جراء سقوط الأمطار الغزيرة من جانبها أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة عدم استقرار التقص استمرت حتى مساء الأمس السبت نافية تعرض مصر لإعصار مداري كما تردد على مواقع التواصل الاجتماعية وأن ما حدث هو تعرض البلاد إلى منخفة قبرص الجوية الذي يحدث كل عام الأمر الذي أدى لتكاثر الصحب التي رافقها سقوط أمطار غزيرة ونشاط للرياح بجانب الطراب حركة الملاحة البحرية مشيرة في الوقت ذاته إلى أن موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية قد انتهت على أن تشهد البلاد تحسنا تدريجيا بدءا من اليوم الأحد خلصت موجة المطر لكن ما بعد المطر قد يكون أهم كثيرا من وقت الأمطار يمكن وقت الأمطار كلنا بنشوف يا ربي يسطر ونشوف إيه الأوضاع لكن بعد انتهاء الموجة لازم نقف ولازم ندرس ولازم نحلل ولازم بصراحة فارح أنفسنا هل تعاملنا بكفاءة هل تمكننا من الوقوف أمام الأزمة هنتعامل إزاي مع أزمات قادمة كل مرة بنقول ربنا يسطر وربنا هيسطر صحيح ربنا يسطر لكن في النهاية لابد من أدوات للتعامل مع مثل هذه الأزمات اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي سيادة النائب معتز محمود النائب رئيس حزب الحرية على المصري وعضو لجنة الإسكان بمجلس النواب وكنت رئيسا للجنة الإسكان بمجلس وسيادة النائب ممدوح الحسيني عضو لجنة الإدارة المحلية أهلا بيكو يا سادة لكن اسمحوا لي قبل ما نبتدي أن احنا نتعرف على بعض الأرقام حبينا الأول نفهم هي مخصصات الصيانة الموجودة عندنا في الميزانية يعني خلونا نعرف الميزانية أولا بتقول لنا إيه وبعدين نقدر نشوف عشان نقدر نحاسب أو المجلس هو لي قدر يحاسب مخصصات الصيانة صيانة وتطير وسائل الرأي والصرف في الموازنة العامة بنتكلم على 622 مليون جنيه 17-18 و572 مليون جنيه 18-19 بس طبعا كان فيه مليار جنيه أو ما الحقيقة كان فيه 2 مليار جنيه كان الرئيس قد وعد بهم أو بهم وقت الأزمة السابقة في الأسكندرية والبحيرة سألنا عن هذه الأموال أظن أنه أنفق منها مليار جنيه في الأسكندرية ما بين الأسكندرية والبحيرة وكان جزء كبير منها مخصص لتعويض الفلاحين وتعويض المزارعين في ميزانية 19-20 احنا بنتكلم فيه الموازنة زادت شوية 769 مليون جنيه مخصصة لأسيانة وده أرقام الموازنات المنشورة عن الموازنات المصرية شبكة الصرف الصحي في مصر معظمها شبكات قديمة لكن القاهرة قد تكون الأقدم فخلونا نقول برضو ما لنا وما علينا في هذا الأمر القاهرة هي شبكة قديمة جدا 105 سنة وانشأت سنة 1914 وده معناه أنها شبكة عظيمة استطاعت أنها تتحمل كل هذه السنوات بأضرار نقدر نقول أنها قليلة ده معناها اللي عملوها كانوا عباقرة يعني اللي عملوها سنة 1914 لكن هذه الشبكة تتحمل مياه الأمطار حتى ارتفاع 4 ملي متر بس إحنا نزلنا كام؟ أعتقد أن إحنا سقط عندنا أرقام ضخمة جدا وصلت لـ 15 ملي متر بتخدم 13 مليون مواطن مصري وحواليها تقريبا 12 ألف مصنع في القاهرة في خطة طبعا مستمرة لشركة الصرف الصحي لمواجهة الأمطار بينظفوا الشنايش وبينظفوا البلعات والبلعات بتتسرق ومش فاهمين البلعات بتتسرق ليه؟ بس عموما دي ظاهرة موجودة في مصر نذكر مرة أخرى أن المناخ في مصر لم يعد كما تعلمناه في الكتب وفي المدرسة ما خلاص ما بقاش حار جاف صيفا دفيق ممتر شطائعا انسوا يا جماعة غيروا من كتب الجغرافيا ما بقاش موجود خلاص إحنا عندنا ظاهر مناخية زي العالم كله تغيرات مناخية موجودة في العالم كله فهل نحن سنواجهها ولا حنقعد كل مرة دعوات وربنا مستور؟ سيد النواب أهلا بكم سيد النائب معتز أنت تقدمت باستجواب أيها إيه مضمون هذا الاستجواب فيه؟ وحضرتك طبعا أي استجواب لازم يبقى له مضمون أن يكون حاجة بتمس كافة الشعب المصري ودي أن يكون مقصة أو جاب نتيجة سلبية على أفراد الشعب اتقصر الحقيقة يوب الثلاثة اللي فت جت موجة ودي ما كانتش مفاجأة كانت محظار الأصد قبلها بأسبوع ده حقيقة أن هتيجي موجة بعيدة وفي أمطار غزية عني إحنا دونا كالنواب إن إحنا نشوف هلأ الجهزة المحلية والجهزة التنفيذية قامت بواجبها كما ينبلي لتقليل الأضرار تقليل الأضرار طبقا للميزانية المتاحة ما إحنا بس عايزين نقول إن إحنا لنستطيع أن نقف أمام الظواهر الجوية وعندنا ميزانية قد سايحة نقدر طبقا لحاجتين الميزانية المتاحة تمام؟ والشغل اللي عملوا على قد الوقع اللي هو ما يكلفش اللي هو التخطيط كم يسأل حضرتك؟ كان حصل أزمة زي كده من سنتين في التجابة الخامسة تمام؟ الحكومة بتكلم بتقول أنا الميزانية عندي محدودة وعشان أعمل مواسير ضخمة في الصرف دايما نحضرتك بصير الصرف دي أقود في التصميم في مصر القود دي حاجة لازم يتغير نظر لتغير المناخ قود بيقولك إيه؟ أنا لو عندي مثلا مدينة 10-100-750 ألف متر مكعب بعمل لها صف صحي 80% بالقيمة دي وحط من 10-15% قيمة الصرف المطار طبعا عشان زي ما حالك قلت ما ناخد غير لازم منظومة أو القودة تغير في الأعمال الجديدة عشان نتراها عشان ما نقعش في نفس المشكلة دي مستقملة شبكة صرف صحي كاملة؟ شبكة أمطار جديدة؟ لا أنا بتكلم عن الجديد نتكلمش عن القديم يعني عشان مجيش نقع في نفس المشكلة بعد كده يبقى أنا الآن أول إجراء نجده كحكومة إن أنا غير القود تعصير في الصحي الجديد لكل منشآت الجديدة وكل المدن الجديد مش القديم حضرتك أنا ما أداشي كراجل مصري أجا أقول لحضرتك رايش شبكة دي كلها أنا ما عنيش إن كانت نعمل الكلام عشان بصري والحكومة قالت يعني كان في بيانة مجلس الوزة وحضرتك إحنا في فرق إحنا هنا إحنا دعنا إن إحنا نعارض وحكومة إذا كانت مخطئة نحاسبها نعارض متأكدهم معلومة دي طبعا نعارض إذا كانت مخطئة مش معارضة لذات المعارضة أنا كلامي واضح أنا بقول بقدم استجواب في حدود الإمكانيات المتاحة المادية للسيد وزير التنمية المحلية طيب في هذا الاستجواب المشكلة إيه بقى حضرتك؟ أو أنا اللي بلوم فيه تقصير من وجهة نظري في إيه؟ يحتمل السواب والخطأ التقصير فين يفعل تقصير في إيه حضرتك؟ أنا ما يكون أجاب أسباين عندي إختار إن في موجهة تيجي أول حاجة حضرتك إحنا عندنا هنا بلعات صرف المطر أجي بقول إيه حضرتك؟ في حاجة سبقى محاولة رئيسية محاولة رئيسية يعني سبقى صلاح السلم الأنفاء الكبائية دي بمفروض حضرتك مواريش شغل هنا غير إن أنا أعمل التطهير لبلعات دي اللي بيحصل دي يا فندم بيبقى فيه ترط بيبقى فيه ورق صدر تيجي المية بتسد البلعات؟ تيجي المية تقوم نجلة تقوم سدها دا ما حصلش بس الحقوق المحافظين قالوا إن دا حصل فيه محافظات عديدة اللي في تقوم بقى إلا هيزبت ذكر حصل ومحصلش ليه بقى حضرتك؟ دي حضرتك أنا ما جي أقول الحكومة تيجي تقولي أنا عندي ستمائة وخمسين ألف متر مكعب مطرة نزلت تمام؟ وإن البلعات تشغلها وما إيه وما صرفتس أنا كلاب المعنز بقول لحضرتك هما قعدوا 24 ساعة يشيلوا في المية دي ودوا المية دي فين؟ دا سؤال تاني بس أعطي الموعة فين؟ فين؟ في الشبكة معناها هنا هي تشيل جيب البلعاتك مزدودة دا كلام مهم طب خليني سيادة النائب ما رباش في النيل وما في الصحة ها مفروض إن احنا بصراحة نحتفظ بهذه المية دا إحنا عندنا أزلق مفروض نشوف المية دي أنا أعمل بيه سيادة النائب ممدوح يعني وأنت عضو في لجنة الإدارة المحلية لو كنت وزيرا للإدارة المحلية نعم وزير محليات يعني نعم هتدي المحافظين كم في المية؟ يعني خلينا نحطهم كده بجدول أنا الأول عايز يعني أتقدم لكل أم وأب شهيد بقول لهم يعني مشرة سعيدة وفرحة جديرة إن جي في يوم من الأيام إن إحنا لقينا الرجل الغبي الكلب البغدادي اللي كان بيعتدي على أبنائنا واللي كان بيوجه لقتل أبنائنا فبقول لكل أم إنت دلوقتي بيجي لك حقك ولكل أب إنت دلوقتي بيجي لك حقك وبدو بنشكر القوات المسلحة زي ما حضرتك قلتي بقيامها بالعمليات المستمرة من أجل مكافحة هذا الإرهاب الغشيم دا بالنسبة هذا الموضوع أنا لو محافظ ديني كده درجات للمحافظين أنا لو وزير تنمية محلية إحنا في مشكلة أساسية دائما وأبدا ما نعمل بها داخل كل مشكلة بتحصل في دولة مصر العربية هي إيه المشكلة دي المشكلة أننا نعمل على سياسة رد الفعل ليس السياسة الوقاية أنا باستنى لما المصيبة تحصل وبعدين كل الناس تطلع وتجري وهنعمل ونسوي ونقطط وأصل الموضوع كان نعيب في الشبكات وأصله كان نعيب ما فيش مصافي أمطار وما فيش مش عارف فيه والكلام دا كله وهذا الكلام يتكرر دائما وأبدا في فترات كبيرة جدا واحنا مرغينا بهذه المشاكل قبل الكلام دا واسمعنا نفس الكلام اسمعنا نفس الكلام المشكلتنا العمل والمواجهة بسياسة رد الفعل مش بسياسة الفعل نفسه احنا بنخل المصيبة تحصل وبعدين نبدأ نعمل ردود أفعال انت النهاردة الارصاد الجوية لما ادتلك تنبيهات وقالتلك فيك مئة مطر هتنزل مهولة وقدروها بستمائة وستين الف متر مكعب وانت عندك القوة الاستعابية بتاعتك اللي هي موجودة بخمسمائة وستين يعني انت احترت في مئة متر مكعب تودهم فين لما الارصاد الجوية ادتلك انزلات ما هو انت عندك معدات كثيرة ومعروف اماكن تجميع المطر داخل القاهرة طب هي كتفيني المشكلة نعم طب يبقى كتفيني المشكلة اذا كنا عارفين كتفيني المشكلة مانا بقول لحضيك سياسة رد الفعل سياسة رد الفعل مش بنواجه مش بنعمل سياسة وقائية دي مشكلتنا مش بنعمل سياسة وقائية فانا لو وزير تنمية محلية مش هسيب اي مقصر وممكن توصل لدرجة ان انا افصل وكل واحد فيه سواب وعقاب اي واحد عمل خطأ فين معداتك المفروض لما الارصاد الجوية تديننا انزلات انا عندي معدات ده بيقولك عندي معدات في القاهرة تمانين معدة بس زى ما اسمعنا ده كلام فاضي تمانين معدة في القاهرة الكبرى تمانين معدة عشان نواجه بها مشكلة سيول ومشكلة ابطار ده كلام مش منضبط سياسة ناب مقتز لو كنت وزير للتنمية المحلية يعني خلينا واحد محافظة القاهرة وطبعا انت اكيد شفت كمية الكوميكس اللي تعملت على القاهرة وما حدث في القاهرة العاصر اه نوعي فعبليها باسبوعين يقولك ان احنا مستعدين وكلام زى كده حضرتك وتيجي ضحس الكلام ده كلام لا ياضيك بيه سياسة بس انا دوي ان انا يعني احنا كالياتنا انا مقدرش اجيب المحافظ بجيبه الوزير المسؤول عنه كاجيها يا قضية طيب حضرتك ايه هي انا لو انا وزير تمام محلية انا عندي مقدرش تقدي كده اسغل الدماثي هو بيقول حضرتك ان عندك تمانين عربية للقاهرة اللي هي بتصفتها كلام فاضل كلام فاضل حتى لو كلام فاضل يعني قصدك قليل وعليل طبعا قليل قليل جدا ورغم ان هم قليلين يحل المشكلة رغم ان هم قليلين ما طلق ناس بيهم ما هو دي نفس يا جماعة دي نفس ازمة التجمع الخامس هي نفسها انا كانصاد جوي انا كانصاد جوي ادتلك انذار الانذار دي لابد ان يدبعه اجراءات سريعة اجري على اماكن تجمع المطر ممكن ما صدقش مثلا فيه مطالق الكباري فيه منازل الكباري الانفاء والانفاء دي تجمع مطر ازاي ما كونش واقف فيها وبسرعة ما اقفش ما ايه لما تتجمع وبعد كده اجي عايم بقى اجي لها عايم عشان انقذ ولا اعالج هذه المشكلة ما ينفعش الكلام ده ما ينفعش باي شكل الاشكال لان احنا عارفين ان فيه فيه اسباب اه فيه اسباب عشان بده يكونوا وقعين اقول انا بقى احكى لو وزير تنمية محلات التاملة لو وزير تنمية محلات التاملة احضرتك اولا عشان بس تحط انه حسين اعمال في موقع المسئولية ايه بادئ زباد لازم انا اطالب في السعودة بدل ما جيبت عربية شفط فيه عربية اسمها عربية السعود عربية السعودة يا فندم بيبقى عليها اربع محطة رفعة وديه تمانة حوالي ستة سبعة مليون جنيه تمام دي وظيفة ايه اما يكون فيه نفق زي العربة موجود مزدود بتنزل في خلال ساعة تاخد المية وتعمى على خمسمائة متر على اكبر بيارة عنده فيها قطر مصورة جديدة ده اول حاجة يعني انا بقول حاجة المشكلة مش مشكلة المشكلة المشكلة اللي انا بسأل عليها انا مهما كان الميزانية عندي تنويع المعدات في حاجة حضرتك اسمها النفول يعني ايه نفول يا فندم دلوقتي لغات مصر واحنا في قامل واحنا وعشرين عما تبلعب تستد بينزل عامل بالحديدة ويسجدها ويعملها يعني النفول ده حضرتك ده عبارة عن عربية مجهزة بتعمل تسليك بالاوتوماتيك تمام حضرت ليش موجود عنده فندم يعني انا كنت حاجة بدل ما جيبت انا عايز اقول اقدر ان انا نوع تمام وكنت اقدر ان انا في ساعة الازمة انزل تنويع الاسطود ده على قلته في الاماكن انا عايز اتكلم اتكلم بطريقة واقعية شوية اتكلم بطريقة واقعية شوية انا ما عنديش حاجة اسمها مصافي مصر على مستوى جمهودية مصر العربية كلها بالكامل انا بعمل على شبكة صرف صحي للأسف بعمل كل العمل ده كله على شبكة صرف صحي وانا ما عنديش مصافي مطر وخلينا نكون واقعيين احنا في دولة محناش احنا مش عايشين في الدولة ومش عارفين ايه اللي بيتم فيها وعارفين ايه مزانيتها وعارفين ايه موازناتها وعارفين ده كله وبيتنخش قدامنا احنا لو عملنا مصافي مطر على مستوى الجمهورية هتكلف الدولة ما بين 300 الى 400 مليار جنيه مش همين نعمل ده لا يمكن مصافي مطر ان هو تحسنش مصافي مطر يعني تاخد شبكة اخرى لو عملنا شبكة شبكة ما هو ده اللي قاله مجلس الوزر احنا عندنا احنا عندنا يا فاندم احنا عندنا حلول على المدى القريب لا عجل وفي حلول على المدى البعيد عشان نكون واقعيين الحل اللي على المدى القريب ان احنا عندما ننظر من جهة معينة مسؤولة عن المناخ وزي ما قلت حضيرك اصبح المناخ غير المناخ اللي كنا بندريسه في الكتب اصبح المناخ متقلب واصبح ان احنا نتحرك لمخاطر مناخية عندما ننظر يبقى في حل في حل على المدى القريب خلاني الكلام بمنطق في حل على المدى القريب المدى القريب ان انا لما انظر من جهة الصاد يا سيد النائب ابقى عندي استعدادات ان انا قبليها لما تقولي انا قبليها بساعات كتيرة ان جاي لك مصيبة لابد ان انا اطلع للمصيبة دي اتواجهز ليها ده على المدى القريب مجلس الوزراء المدى البعيد لازم نفكر فيه ويتم التنصيق ليه بين الوزرات الذات الصلة سواء كانت الزوط التنمية المحلية او وزارة الاسكان او وزارة التقطير او وزارة المالية لازم نقعد احنا كمجلس ما انت بعد شوية تسأليني طب انتو كنواب هتعملوا ايه لازم نجيب هذه الوزرات كلها بالكامل ويتم عمل تنصيق كامل من هذه الوزرات ان احنا لابد ان احنا نعمل تخطيط للمستقبل ده انا يا استاذة فاضيلة احنا دلوقتي احنا احنا بنعترف كلنا بنعترف ان احنا تحت خط الفقر في المي يعني احنا الفرد كلام قاله الرئيس كلام قاله الرسمي ان المفروض الشخصي الفرد الواحد في الملد يبقى له الف متر مكعب من المياه مقصص احنا دلوقتي تحت خط الفقر سبعمائة متر مكعب طيب احنا عايزين نستفيد بالمياه دية يعني المياه دي المياه دي راعت فيهن رجيت عالشبكة تاني لازم نستفيد بالمياه دي لازم يكون فيه اجراءات نستفيد بيها ده الحل على المدى البعيد يعني في حل مقاومة النصيبة اللي بتحصل دية وما نعملش على سياسة رد الفعل لابد من سياسة الوقاية اللي هي بقى التسليك وده مشؤول عن وزارة المحلية بجميع موظفيها ومشؤول عن وزارة الاسكان لان وزارة الاسكان الهيئة الصرف الصحي هي شغلتها حاكتين تشغيل وصيامة هي مشكلتها همها في التشغيل نعمل حت الصرف الصحي في مكان بيجي نشغل طب الصيامة القديمة زي ما قلت حضيرك هزي الشبكة العظيمة اللي موجودة داخل القاهرة اللي بقى لها مية وخمسة سنة انت عملت فيها صيامة ايه ايه صيامتك اللي انت شغال ما هوت هي بقى لها مية وخمسة سنة ده الشبكة بقت اعظم منكم ده الشبكة عظيمة الشبكة عبرت على انها اعظم من المسؤولين اعظم من المسؤولين صرف الصحي الدولة قالت فيه بيان لمجلس الوزراء انه والله شبكة صرف الانطار 300 مليار زي ما حضراتك قلتو والرئيس الوزراء يعني خير الناس يعني انا اعمل مدرسة مدارس ومستشفيات ولا اعمل لكم شبكة صرف صحي مش شبكة صرف صحي عفوا سبكة صرف مصافي امطار انما صرف الصحي ده لازم ده موجودة اه في مبدأ بيقولك ايه لا يكلف الله نفسي من الا وصح ده مش مبدأ حضرتك انا دلوقتي احضرتك اه اه انا ما بتبسم الحكومة اني اعتقاب المستحيل انا اللي بقوله ايه اشتغل تبقى الامكان الموجود بس نشغل ده مقدر يعني حضرتك مثلا لو انا قلت القسطول اللي هو كان عامله كان نواعي زي ما قلت لحضرتك وركزلي بس على اماكن الاقتناط كان يبقى في مشكلة بس هتقل حدتها بالنسبة 8% انا ما بقولهش حل بالنسبة 100% انا الكاسة اللي حصلت دي كان ممكن لو هو شايفين شو منهم صح يعني كان مثال حضرتك بيجي يقولك اصل الشبكة تطصف الصحيح مش هاتش ايه تمام طب ومال المية اللي انت شلتها دي مصرح ودتها فيه ودتها في الشبكة ده معاناها ايه حضرتك ان البيارات وبلعات تحت المطق كانت مسدودة ما لاش تفسير تأمي وده اللي انا عايز اقل فيه وزير الترمية المحلية طب المصير اللي استجواب ايه يا سياد الناس والله حق احنا بننصف الجرات القانونية نقدمته في الامانة العامة النهضة وبنقدم مستندات بعد كده بتقدم ليه هيئة المكتب اذا كان مكتمل الشكل ومش مخالف نمادة من بعض الدستور اللي وافع عليه هيئة المكتب وبيتبهم نقصده احنا اللي بنقول يا حضرتك انا اقن كل الاحترام لكل المسؤولين اللي موجودين وان هما ببزلوا اقصى وقت بس احنا كنواب للشعب انا من وجهة نظير ان دي حصل تقصير المفوض يجي الوزير يقول لي التقصير ده مصح حضراتكم من دوائر ايه فندم انا من السايد انا من الفيوم مش من المحافظات اللي اعرضت جاه عليها وقت مضل في يوم حصل فعل مشكلة لكن في استعدادات كاملة دلوقتي داخل المحافظة عشان ما نظلمش يعني بعض المحافظين ايمين بعملهم على الاكمل وجه بس انا مسلا شفت اسكندرية كانت معقولة جدا انا عايز اقول حتة فنية انا عايز اقول حتة فنية ما عايز اقول حتة فنية لو احنا درسنا نهر النيل ودرسنا ما حوله من الدلتة بالكامل والقاهرة والاماكن دي كلها هتلاقي حضرك نهر عشان ما حدش يبقى له حجة كل المباني وكل الاماكن منحضرة على نهر النيل زي زي ما انا بعمل ايدي كده بالظبط نهر النيل كده وفيه الحضار ليه ليه ما بيفكروش ان هذه المياه نستفيد منها ونعالج بها ندرة المياه ويعملوا مموات لازم بس اخد الاتصال لازم بس اخد الاتصال لازم بس اخد الاتصال ممدوح مساء الخير الشرقية من المحافظات اهلا بك الشرقية من المحافظات اللي برضو تأثرت ولكن كيف كان التعامل مع الازمة هو طبعا حدرتك عارفة ان احنا كان تم اختارنا قبلها بحوالي اسبوع او عشر تيام ان في موجة قادمة والله اشكرك على الصدق والصراحة يا فندم طبعا يا فندم هو ده الواقع هو الصراحة هي اللي هتحل مشاكلنا يا فندم فهو احنا تم اختارنا واحنا حضرتك جاهزنا كل انا بالنسبالي في المحافظة جاهزنا وعملنا غرف العمليات والازمات كانت شغالة 24 ساعة وانا عن نفسي يا فندم كنت بمر وعلى مركز مركز وكنا بنشغل 24 ساعة طبعا الامكانيات اللي موجودة اشتغلنا بيها كلنا وانا برضو النهاردة كان عندنا مجلس تنفيذي وتقدمت بالشكر للناس اللي اجتهدت وكان على رأسهم شركة المياه الشرب وصرف الصحي كان يوم موجود كبير جدا بالمعدات بتاعتهم بعض المراكز عندنا تفاعلت ايجابية شديدة جدا وكانت الناس موجودة في الشوارع وبعضهم كان مقصر والمقصر تم عزله فورا وفي بعضهم تم انذاره وانذار شديد اللهجة وانبارح يوم الجمعة الفجر انا كنت معدي على بعض المراكز ومحس في تقصير من بعض الوحدات المحلية انما اللي انا عايز اقول حضرتك مجملا ان الموجودة عدت بصورة مرضية واحنا اخدنا منها درس جيد جدا وقدرنا نحدد ان عرض اتفقنا ان الادارة الهندسية عندنا هتحط خريطة للاماكن اللي حصل فيها الازمات دية عشان نتبنى الى حروق حلول مستقبلية نهائية ما تبقاش دايما حلول رد فاعل الوجود الرد الفاعل ده من ينجل مش كده انا بشكرك على سرعة الاستجابة وسرعة العمل اعتقد الشرعية كانت من المحافظات اللي ادرت انها تتعامل مع الموقف بشكل جيد جدا بشكرك دكتور محمود ممدوح غراب محافظة الشرعية انا وقت خلص في تلاتين سانية تلاتين سانية حضرتك مش عيب ان يكون امكانياتي مش عالية لكن ان انا اخد فكرة تبقى الامكانيات اتعامل فيه مع الازمة ودي الغلطة بتاعت وزيد تماما انا عبرت انا عبرت انا عبرت في تعبيرات كثيرة على ان الرئيس يعمل بسرعة الساروخ وبعض الوزراء ركبين توكتوك ومشيون وراه ومش لحقين انا خايفة من توكتوك انا خايفة من توكتوك انا بشكركم عايزة اقول بس عايزة اقول كلمة واحدة هي لو حل على المدى القريب عمل غرفة عمليات نعم واتنصق بين جميع الجهات هتحل كل الممكن بشكركم بشكر السادة النواب معلش بشكر السادة النواب النهاردة محاكمة المتهم بقتل البنة تم تأجيلها لعتقد نوفمبر وقالت المحكمة ان المتهم بقتله ما يزال قاصرا لسه تحت 18 سنة نشوف هذا التقرير والحقيقة انه هو يعني دي قضية مهمة جدا نشوف هذا التقرير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة